كيف تقيم الوتيرة والقوة التي تميزت بها مواقف الدول التي دخلت دائرة الوضوح في تأييد المقترح المغربي كما جاء ذلك في الخطاب فعلا الخطاب الملكي جاء في شكل تضيح حصيلة الدبلوماسية المغربية خلال عدة سنوات مضت ليضعها ليس فقط في إطار إقليمي ولكن في إطار قاري يهم أوروبا وأمريكا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وبالتالي هذه الحصيلة تظهر بوضوح للجميع أن المغرب تقدم فعلا على المستوى الدبلوماسي بشكل مثير لامتباه الجميع تمثل هذا كما لاحظ ذلك العاهل المغربي في خطابه تمثل من جهة في أن دولة عظمى ليست فقط مجرد عضو دائم في مجلس الأمن أو أنها تهيمل بشكل قوي على الاقتصاد العالمي ولكن أكثر من ذلك وذاك عنصر مركزي وقوي في توازل القوى الدولي علينا أن نلاحظ أن الولايات المتحدة كانت إلى مدة غير بعيدة هي بمثابة المحور المركزي لتوازل القوى من خلال الأحادية القطبية وبالتالي كون هذه الدولة تأتي لتصدر قرارا حاسما بالاعتراف بالسيادة المغرب وباعتبار أن الحكم الداتي هو الوسيلة الوحيدة الممكنة للتسوية وأن تقرر أن تكون هناك في المستقبل قنصلية أمريكية في الصحراء فهذا في حد ذاته تطور مهم جدا أقول هذا لأنه منذ هذا الاعتراف الأمريكي لاحظنا كيف أن ردود الفعل اختلفت بين مناصر ومعارض ولاحظنا كيف أن دولا كانت تعتبر صديقة إلى مدة غير بعيدة من الزمن كما وشأ من الزمن المنسبة لألمانيا سارعت إلى تقديم طلب لعقد مجلس الأمن أسبانيا كذلك تنكرت للموقف المغربي وناصبته العداء وظهر واضحا للكثيرين أن المغرب ربما يدخل في زوبعة لا حدود لها لكن شاءت إرادة الله أن تعود الأمور إلى نصابها وأن نلاحظ كيف أن إسبانيا تصرح على لسان رئيس حكومتها بأن هذا المقترح المغربي ليس فقط مطبوعا بالمصداقية ولكن هو الأكثر مصداقية والأكثر جدية والأكثر واقعية وبالتالي جاء هذا التطور المهم وكذلك إقرار ألمانيا فيما بعد بأن هذا الحكم الداتي هو الوسيلة الأساسية للتسوية أصبح يظهر واضحا في قلب أوروبا وقتوالت بعد ذلك عدة دول هولندا، بلجيكا، سيربيا عدة دول في أوروبا صارت في نفس الاتجاه وهذا يعني أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي المستقبل واعد بكل خير العاين المغربي أشار كذلك إلى الوضعية داخل إفريقيا نفسها التي استطاعت قوى المعادات للوحدة الترابية في فترة من الزمن وفي استرخاص أمين عام لمنظمة الوحدة الإفريقية أن تقحم البوليزاريو كدولة هذه الدول مباشرة عندما عاد المغرب وضعت أولا لائحة بـ 28 دولة وقعت جميعها مطالبة إما في طرد البوليزاريو أو جميد عضويته إلى أن تبت الأمم متحدة ثم أكثر من هذا وذاك اليوم 40% من البلدان الإفريقية قاطبة ارتأت أن تعتبر الحكم الداتي والوسيلة المتلى وارتأت أن تقوم بفتح قنصليات لها في كل من الدخل والعين وهذا لا يقتصر بالضرورة على إفريقيا وعلى أمريكا بل كذلك نلاحظ أن العالم العربي الذي كان الكثيرون يتوجسون خيفة مما يعرفه من تطورات لاحظنا أن دولا مهمة يعني وازنة في قلب العالم العربي مصر العربية السعودية إمارات العربية المتحدة مجلس تعاول خارجي ككل كلها أصبحت تؤيد التوجه المغربي إذن ما علينا إلا أن نسير في نفس هذا النهج وأعتقد أن العواقب بالنسبة للمستقبل ستكون أفضل مما كان عليه الأمر في الماضي شكرا لكم دكتور محمد تاجدين الحسيني ترجمة نانسي قنقر